بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمون مرة وحشتون روتين جديد ونهار جديد ويلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل في ايه النهاردة الروتين بتاعنا دو كله طاقة ايجابية وهنعمل فطار جديد يمكن في ناس كتير قوي ما عملتوش قبل كده لكن النهاردة فكرة جديدة وهتعجبك ان شاء الله وهتنفيزيها وترجعيلي تاني تقوليلي يا هبة عجبتني وعجبت الولاد وعجبت البيت كله تعلي معايا نشوف هنعمل ايه في الروتين بتاعنا النهاردة او في الفطار بتاعنا النهاردة هنسمي الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وطبعا تحط اللايك لو الفيديو بتاعي النهاردة والروتين تعلي معايا نشوف هنعمل ايه عايز اقول لكم اللي انت وحشتوني قوي ما نزلتش امبارح شكرا جدا للناس اللي سألت علي بجد ونعمل لاخوات كنت تعبانا شوية فنزلتلكم فيديوهات كنت عاملها قبل كده في وسط الروتين وناس كانت طالبة مني يا هبة عايزينها في فيديوهات منفصلة عشان لما بنيجي ندور عليها بنبقى محترين ومش عارفين اني طريقة في اني روتين فانا نزلتها امبارح معلش حقكم علي تعلي بقى معايا كده نبدأ شغلي على طول كده ونشوف هنعمل ايه معايا كده حوالي 3 او 4 بطاستيات حلوين قشرتهم غسلتهم كويس جدا وهنعملهم بطاطس شبسي اول حاجة هنبتدي بيها هي البطاطس شبسي هنعملها وننقحف شوية ميا كده وكركم عشان تدينا لون حل وبعد كده نحمرها اخر حاجة البطاطس انا بحب اللي انا اعملها شبسي مش بالسكينة بحب ابشرها في الفتحة بتاعة المبشرة اللي هي من ناحية دي بتطلع الشبسية كده رؤياء وكمان لما بتحطيها في الزيت بتبقى طعمها حلو قوي حابة بقى تعمليها على السكينة براحتك خالص يعني اقلك حرية الاختير المهم اللي انا بديك الطريقة وبديك الوصفة وانتي بقى ومزاجك عايزة تنفذي زي حالاتي عايزة تنفذي حاجة تانية براحتك خالص قطشرت البطاطس واسفة قطعت البطاطس زي ما انت شايفة كده تلعت حلوة جدا ورؤياء كده وزي الفل ولو عندك قطعت شبسي تقدري تعملي فيها لكن المبشرة اليدوية دي برضو بتعمل حلوة اوي هاخسلها بقى كويس جدا وتعالي معايا نشوف هنعمل فيها اي بعد ما غسلتها حطت فيها كده ميا علشان خطر ما تسودش مني لو سبت البطاطس كده من غير ميا هتسود وحطت فيها شوية ملح صغيرين عشان يطعموا للبطاطس بتاعتي وبعد كده هحطت حوالي معلقة كبيرة من الكركم الكركم هنا هيدينا لون الاصفر الحلو جدا بتاع البطاطس وهيبقى طعمها حلو جدا ومقرمشة وعلى دمونتي هتشوفيها في الاخر هتبقى عاملة ازاي اعمليها جنب مكارونا وبنيق اعمليها جنب كفتة ويرز اصفر برحتك خالص اللي انت عايزة عايزة تعمليها جنب الاكلة بتاعتنا النهاردة ماشي ايه ده يا هيبة هو انت هتعمل سجوء من انت لسه كنت عاملة من يومين تلاتة سجوء هو ايه حكاية السجوء بعاك لا 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 مش هعمل سجوء ولا اي حاجة النهاردة هنعمل حووشي بس حووشي ايه حووشي سجوء بطريقة حلوة جدا 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 تعالي معايا كده نبدأ على طول ونشوف هنعمل ايه اول حاجة معايا بصلاية متوسطة معايا تمطماية معايا فلفل حراء او رومي اختياري بتاعك انت معايا كمان حوالي كده ربع قرن فلفل اصفر وزيه احمر تمام ومعايا كمية مناسبة من السجوء السجوء البلدي بتاعنا اللي احنا بنجيبه من الجزور ماينفعش السجوء بتاع السوبر ماركت اللي هو بيبقى سوسيس لا احنا عايزين سجوء بلدي هنعمل ايه في السجوء بتاعنا النهاردة او هنعمل ايه على مهلك كده واحدة واحدة كده وصحصح معايا عشان الاكلة دي هتعمليها بكرة ان شاء الله لان هي فعلا طعمها حلوة اوي 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 اول حاجة هبشر البصلاية في الناحية بتاعت المبشرة اللي هي صغيرة جدا 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 يعني مش عايزة البصلاية بتاعت دي تبان خالص عايزة اللي ياكل اللحمة او ياكل الحواوشي مايحسش بتعم البصل خالص لكنها مش موجودة تميما بعد كده بعد ما بشرت البصلاية كويس جدا هجيب معايا الطمطمية واقسمها على اتنين واروح بشراها برضو في الناحية الصغيرة جدا انا مش عايزة اي حاجة خالص يبان معايا كده خلاص بشرت الطمطمية وكمان بشرت البصلاية تقدري كمان تحطي جزر تقدري تحطي كوسة مبشورة اللي انت عايزة حطيه في المرحلة دي تقدري تخبي اي نوع خضار الولاد مش بيحبوه في اللحظة دي كده يعني هتلاقي الدنيا تمام ومش هيبان معاك خالص كده خلاص هحط بقى قرن الفلفل الزغيور قوي دوت وهقطعه كده حاجات زغيرة جدا برضو عشان ما يبانش معايا ممكن تستبدليه بواحد رومي لو مش بتحب الحرق كده خلاص دي التدبيلة بتاعتي هنحط عليها ايه بقى زي ما بقولك كده عندي فلفل اصفر وفلفل احمر متفرص في الفريزر فهاخد كده حوالي ربع قرن من ده وربع قرن من ده يعني حوالي معلقتين ومعلقتين يعني بس كده خلاص تعلي بقى نحط التوابل بتاعتنا الجميلة اللي هتصحصح الدنيا كده وتخليكي بقى ايه منعشة كده وانتي بتاكل السجوء بتاعنا او حباش السجوء بتاعنا حطيت معلقة كبيرة ايه ايه اللي هي معلقة الشاي يعني من البهارات ونفسها من الفلفل الاسود يعني معلقة شاي ومعلقة بهارات ايه بص انا لغبطت الدنيا يعني بص انا حطيت ايه حطيت بابريكا ويكوزبارا ناشفة وحطيت فلفل اسود وبهارات كل حاجة من اللي انا حطاهم دول معلقة صغيرة اللي هي المعلقة بتاعت الشاي بس عشان ما لغبطتكيش وبعد كده جبت الحبهان وحطيت ربع معلقة من الحبهان البودر ده لو متوفرة عندك مش متوفر خلاص هتبدأي بقى وطبعا الملح وما تقطريش الملح لان السجوء بتاعنا في ملح مش عايزين نحط ملح كتير هتعجني بقى كل المكونات دي بقديكي كويس جدا 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 لحد ما تلاقي التدبيلة كلها مسكت فيها وبقت كده لينا معاك وزي الفل حاولي وانت بتعجنيها تعصري البصلة مع التماطم كويس جدا نيجي بقى للمرحلة بتاعت السجوء بتاعتنا ده كده سجوء انا شايلة منه الغلاف اللي برا هتشيلي كده هتفتحي كده السجوء وتروح يمطلع اللحمة اللي جواه وشايلة الغلاف اللي برا عايز اقولك اللي الطعم حكاية وهم بياكلوا الحبوشي حاسوا اللي فيه حاجة غلط لا مش هو ده طعم الحبوشي فوصفت له من الطريقة يعني كانوا منبهرين قوي بيها لان فعلا كان طعمها حلو جدا 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 ممكنتش متخيلة اللي هتطلع حلوة قوي كده احلى حاجة اللي انت اتشغالي دماغك كده طبعا بعد ما حطيت بقى اللحمة بتاعتي وفضتها تماما من السجوء حطيت اللحمة بقى خلاص كده يعتبر دي لحمة سجوء مش سجوء تمام كده لكن الطعم طعم السجوء لان هي فيها التدبيلة بتاعت السجوء والتوابل اللي الجزار بيحطها قلي بتاعتها بقى مع البصلاية والطمطماية والخلطة اللي احنا لسه كنا عاملينها قلي بتاعتها كويس جدا 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 وبعد كده هغطيها واسيبها شوية تعالي معاي عبالما غطيتها كده وهاسيبها شوية نعمل مع بعض الحلو بتاعنا الحلو بتاعنا النهاردة ايه هنعمل امه علي امه علي بالمكسرات تعمها حلوة قوي ويه كمان سهلة وسريعة ومش متعبة خالص العلبة ديت كده انا جايباها من السوبر ماركت بحوالي 9 جنيه او 10 جنيه حاجة زي كده عملت معايا قد ايه عملت معايا بسم الله ما شاء الله خمس تواجن فممكن لو انت مش عندك تواجن زي اللي عندي ممكن كلهم يتحطوا في صانية واحدة في الفرن ولما يطلع تغرفي للولاد كل واحد في طبق لوحده يعني سواء كده او كده الموضوع ماشي معاك تمام هم كده معايا حاولت اللي انا اقسمهم لو في حاجة جبيرة شوية ببدأ اللي انا اقصرها والدنيا تمام وزي الفل وسعرها حلو لو قابلتك في السوبر ماركت هاتيها ويعمليها طب ياهابا مش قدامي خالص ممكن تعملي ربع لف الجلش يعني تاخذي منها كده 3 ا4 وراءات وتقطعيهم حط عليهم ربع معلقة زبدة او سمنة وتدخليهم الفرن هيتحمصوا لكن النتيجة مش زي ديت بالزبط يعني برضو ديت ليها طعم كده زي بتاعة المحلات عايزة تاكل ومعالب المكسرات زي بتاعة المحلات هاتي العلبة بتاعتها او هاتي المينيفي ممكن المينيفي يطلع نفس النتيجة طبعا الكيس المكسرات اللي هم حطينه في العلبة دا يا أختي ما يكملش يعني معلقة كده فروحت جايبة المكسرات بتاعتي وروحت حطة بقى في كل طاجن كده شوية محترمين او معلقة كبيرة كده تكون مليانة عندي بقى هنا حوالي نص كيلو من اللبن او كبايتين لبن سخنتهم على النار كويس جدا يعني بس ما خليتهمش يغلو انا سخنتهم بس حطيت عليهم بقى السكر والسكر هنا اختياري بتاعك انت عايزها السكر بتاحها عالي او عايزها مزبوطة على حسب ما انت عايزها انا حطيت حوالي معلقتين ونص سكر من المعلقة بتاعت الاكل وقلبتهم مع بعض كويس جدا وروحت مزبطة بقى الكمية اللبن على المشاء الله الخمس طواجن بس كده كده الموضوع بقى عندنا تميم وانا بقى اخر حابة دول قيت فيهم لسه شوية سكر كده في اللبانة فروحت واخدهم بالمعلقة ومنزليهم على الطواجن بس كده هنعمل ايه بقى عشان نخليها كريمي بقى كده وطعمها حلو كده معايا بقى كيس كريم جونتي من شركة دريم هنعمل فيه ايه؟ هنحط عليه نص كوباية لبن متالج من الفريزر وهنعمله بالمضرب لو مش عندك مضرب تقدر تعمليه في الخلط هيطلع برضو معاك حلو يعني تشغلي عليه الخلط بس اهم حاجة ما تزوديش الميا او اللبن كتير يعني الكيس دوت بستة جنيه بياخد قد ايه لبن بياخد نص كوباية لبن تقدر تستبدلي اللبن بالميا تجيبي نص كوباية ميا بس اهم حاجة تكون مجمدة كويس جدا جدا قلبتها كده شوية عشان لما يجي شغل المضرب بتاعي ما يعفرش كده والدنيا تتميلي بقى من الكريم يعني وبعد كده هبدأ اللي انا اقلبهم بقى بالمضرب كويس جدا معايا علشان خاطر احصل بقى على قوام كده حلو ومش هتاخد وقت خالص هي بكبرها قوي 3 او 4 دقايق ضرب وخلاص على كده تقريبا كده في المرحلة دي كانت خلاص فاضل لها حاجات بسيطة ويبقى خلصت معي اهو بالشكل دوت كده مش هتاخد منك وقت خالص والنتيجة حلوة جدا تقدري كمان تستبدلي الكريم جنتي اللي انا حطيته وتقدري تستخدمي الكريمة بتاعت الحلويات بتتباع في السوبر ماركت جاهزة او ممكن تستبدلي اشطة هنا هحط دلوقتي معاها برضو معلقة اشطة سواء كده او كده فالموضوع ماشي معاك تمام وزي الفل وطبعا احنا زهينا بقى من الكنافة والقطايف وعايزين نجدد شوية عملتلكم من يومين جيلي بالموز كان طعم حلو قوي والنهار ده عملنا معالي ولسه بقى في حاجات كتير اوي في جميعي هنعملها مع بعض الفترة اللي جاية ان شاء الله كده خلاص بدأت اللي انا احط بقى في كل طاجن كده حوالي معلقة كبيرة او على حسب الكمية يعني المتوفرة بس احطيت كله زي بعضو يعني عندي بقى في التلاجة بقى عايزة اقولك اللي انا ايه يعني لقيت كده في طبق كده في حوالي 3 او 4 معالي من الاشترا قلت ايه ده هو انت هنا بتعمل ايه تعالي تعالي او انت لسه قاعد في التلاجة محدش قرب لك ولا مكة ولا منا ولا اي حد لا تعالي بقى و رحت حتى في كل معلقة في كل طاجن حطيت معلقة صغيرة كده علشان خاطر يقضي بس كده هحطهم بقى افصانية ودخلهم الفرن في حاجة اسهل من كده في حاجة احلى من كده خيالي بقى انت لو بتجيبي طاجن من بره زي دوت كده سعره كام والله الطاجن بيبقى صغير جدا ما بيبقاش الشكل دوت كده بيبقى اللي هو الاوالب اللي بتدخل الفرن وبيعدل 15 جنيه وال12 جنيه انا هنا كل الموضوع اللي كلفني كلفني كام اشتريت علبة ومعالي ب9 جنيه وكمان الكريم جونتي ب6 جنيه يعني 15 جنيه عملت باسم الله ما شو الله خمس طواجن واللبن موجود عندنا والسكر موجود عندنا وكله كده تمام بعد ما دخلت الفرن وحطيته في الصينية هنعمل مع بعض ايه هنعمل مع بعض دلوقتي عصير تنك هنعمل مع بعض ده انا عملته وانا بتكلم حطيت ميا حطيت بقى العصير اللي هو البودرة تنك وروحت حطى السكر وخلاص على كده بقى خلص معايا وزي الفل هدخله التلاجة يسقع شويتين تلاتة كده على ساعة الفطار ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض الروتين بتاعنا قلتلك اللي هو مطول تلع بقى عندي شوية مواعين مش قادر اقولك علي ينفع يعني اقف اكمل بقية الاكل بتاعي وعندي شوية المواعين دول في الحض لأ طبعا ولا ينفع ولا يصح صح ولا لا لأ ما ينفعش طبعا واحنا وقفين بنخسل المواعين بتدعل كل حاجة نفسك ربنا يحقهالك ان شاء الله ربنا يحقهالك كل اللي نفسك فيه واجبي كل حاجة انت نفسك فيها ان شاء الله باذن الله ربنا يفتح عليك وعلى جوزك اللهم امين يا رب العالمين وعلينا احنا كمان اللهم امين يا رب العالمين بس اهم حاجة برزق حلال ارزقنا واغنينا برزق حلال اللهم امين يا رب العالمين ربنا يرزق كل مشتاق بالزرورية الصالحة ولي امين يا رب العالمين وكمان يشفي مرضانا اللهم امين ويهدينا ويهدي اولادنا خلاص اللي امتحانات فاضل ايه ده خلاص ده الاسبوع دوت اللي امتحانات فيه امتحاناتها تبدأ من اول بكرة الحد ومكملة بقى الحد الخميس ان شاء الله وفيه كمان امتحانات الاسبوع اللي جاي فربنا يوفق عياننا اللهم امين يا رب العالمين كده ويا ريت يا ريت يعني انا بتمنى من ربنا يعني كده اللي يكون دوت اخر امتحان عشان نخلص بقى واي نعم احنا مش تعبنين في حاجة والدنيا تمام بس عارفة عايزين نقطع الديل دوت بقى ونسيح دم وكده عشان نخلص لو انت معايا في القرار دوت كده ادعي ادعي في الكومنتاج كده قوليلي يا رب يا هبة يكون دوت اخر امتحان وما يكونش في امتحانات تانية خلينا نخلص بقى بس كده خصلت المعين والدنيا بقت عندي تمام الحمد لله فاضل ايه فاضل على الاكل ايه فاضل على الاكل التنفيذ احنا حضرنا وزبطنا ورستقنا امورنا وكله كده بقت تمام لكن لسه فيه التنفيذ التنفيذ هنعمل ايه الحواشي يا اختي انت نسيتي ولا ايه شكلك نسيتي خليش اتنرفز عليكي بقى احنا اخوات وحبايب وصحاب وقرايب وكل حاجة خلينا كده مع بعضينا حلوين جبت معي العيش طبعا القش دوت كان عندي في الفريزر طلعته لحد ما فك شوية وبعد كده هبدأ اللي انا استخدمه وانا بقلب كده في الفريزر لقيت العلبة الحلوة دي فيها ايه بقى العلبة ديت فيها جبنة موزاريلا اسيبها؟ لا طبعا ما سيبهاش روح تجراها معي حلوة جراها معي روح تجراها معي علشان خاطر هنعمل النهاردة الحواشي بالسجوء بالجبنة الموزاريلا حاجة كده طعمها حكاية كيس الجبنة الموزاريلا اللي انا جبته اخر مرة وتسألت عليه في الكومنتات يهبه سعره كام؟ تقريبا كده يعني انا مش فاكرة قوي بس تقريبا كده سعره اه 13 جنيه لان هو مش كتير هو ربع كيلو بس تمام كده تمام انا نسيت اقول لكم اللي امه علي حطيتها في الفرن وشغلت النار من تحت هشغل النار من تحت حوالي كده اه ربع ساعة وبعد كده هولع عليها الشوية بس كده هي مش تاخد وقت اكتر من كده طبعا العيش اللي طلع دوت مش هيتريمي هيتحط في كيس ويتحط في الفريزر لما نيجي نعمل فتة بس انا بحب بعمل الحووشي واسقصه كده بالمقص عشان يبقى شكله حلو لما تسيجي تقدميه لكن لما بتفتحي بقديك كده بيبقى النتيجة مش حلوة خالص طبعا اللحمة بتاعتنا بقى التبلت كده في التدبيلة بتاعتها اللي احنا عاملنها وعايز اقول لك اللي راحتها جبارة يا اختي انا جعت تاني او ما سخن الحوش يعني ولا اعمل ايه يعني اسخن واكل تاني لسه فترانة مش معقولة يعني مش معقولة حطي نفسك مكاني كده الاكل تعمه حلو ريحته حلوة وبعد ما باكل برجع اتكلم عليه تاني لا 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 كفاية يعني كفاية عارفة لو ما عملتهاش هزعل منك اعمليها وارجعيلي تاني بجد ببقى فرحانة جدا لما لاقي حد في الكومنتات بيدعيلي ويقول لي يا هبة احنا عملنا الاكلة كذا كذا وتلاعت حلوة فعلا زيك بالزبط والنتيجة الولاد ريديو عليها ويكلوها ومعجبين بيها ببقى فرحانة جدا جدا ببقى حسنة لانا عملت انجاز او طايرة كده من السعادة فانا واسكة اللي انتو لما تعملوا الحووش دوت بالسجوع هترجعولي تاني وتقولولي فعلا عجب الولاد وطعمه حلوة اوي طبعا انا بتكورها كده كورا وابتقل لانا افردها في الرغيف عايزة تحطي كتير عايزة تحطي قليل برح سكة بس انا حطة كده في المعقول يعني حطة كده كمية يعتبر حلوة علشان خاطر يحسوا بطعم اللحمة وهي بتتكل والرغيف طبعا صغير خالص عايزة اقولك ان الرغيف دوت اصلا بخمسين قرش ولا نص جنيه وبصي امني مني رغيف يعني صغير جدا بس ما علينا يعني الحمد لله ورودة من عند ربنا كده بقى خلاص بدأت اللي انا اعمل بقى الكمية كلها وخلاص هاخلاص منها ويبقى كده تمام ومية فل وعشو خلصتها كلها نبدأ بقى نحط بقى الموزاريلا كده على وشها تقدري تستبعدي خالص الموزاريلا لو مش متاحة بالنسبالك هيبقى تمام وهيبقى زي الفل وطعم حلو قوي برضو مش عايزة بقى تحطي موزاريلا ممكن تحطي بدلها جبنة رومي ممكن تعملي ميكس بين الاتنين رومي وموزاريلا براحتك بس خلي بالك لو حطتي جبنة رومي في ملح في اللحمة فالجبنة رومي حدقة شويتين تلاتة فخلي بالك من النقطة دي اما الموزاريلا لأ هي بيبقى طعمها كده حلو ما بتبقاش حدقة زي الرومي هخلص بقى الكمية كلها كده وحط في كل رغيف كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا والدنيا تبقى عندي تمام وزي الفل لأ 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 طعمه حكاية مش قادر اقولك طعمه عامل ازاي حاجة سهلة وسريعة مبتخدش وقت خالص ودخلت المطبخ متأخرة وخرجت من المطبخ قبل ما المغرب تأذن لأ والدنيا تمام وزي الفل ومية فل وعاشرة يعني عايز اقول لكم لا النهاردة كنت مبسوطة من الاداء اللي انا عملته في المطبخ والنتيجة ولما عجبت الولاد ولما بعمل حاجة فعلا حلوة ببقى فرحونة اللي بتتاكل قبل كده واحدة صاحبتي قالتلي ايه قالتلي هيب انا بتضيق جدا فبقولها بتتضيق من ايه قالتلي يعني انا اقف في المطبخ اليوم كله وعد اعمل مثلا محشي تلات اربع ساعات وفي الاخر احطه على الصفرة ويتتاكل في خمس دقايق فبصراحة كنت يعني الكلام اللي ايه بتقوله انا كنت في حالة زول وعايز اقول لا يا بنتي حرام عليك ايه اللي انت بتقولي دوت ما قال فهنا وشوفها للي هياكل ولا للي كل كده ما ينفعش رح تقالتلي لا يا اختي انا كده ببقى اطعبانة او انا بعد كده يعني اعمل اكل وخلاص اي حاجة تيجي في ادمامي هعملها فلا مش معقولة طبعا لازم تعملي الاكل اللي انت بتعمليه بحب وبتعمليه بريضة كده بالذات للناس اللي انت بتعمليه لهم الاكل لو في حد شخص بتحبيه قوي هتلاقي كل حاجة بتطلع مظبوطة وجميلة وتبقى فرحانة اللي انت وقفة بتعملي الاكل بحب بقلبك مش باي حاجة تانية يعني اكيد فاهماني وفاهمه ازدي بصوا بقى الغلطة اللي انا غلطتها هنا علشان خاطر محدش يعملها اللي انا حطيت ورقة زبدة نصيحة مني ما تحطيش ورقة الزبدة دي ممكن كمان ما تحطيش ورقة الفايل اللي انا حطها دي تدهيني الصانية بتاعتك زبدة او زيت وتروح يحط ترغيف الحواوشة عليها او كمية الحواوشة عليها ومدخلها الفرن على طول انا هنا حطيت ورقة الزبدة فاتلسع مني شويه بس اول حاجة اول مخط بالي اللي هو ها هيتلسع مني رحت جاري على طول مطلع الحواوشة وشايلة ورقة الزبدة ديت ورحت مدخلها الفرن تاني مرضتش المراضي بقى اعمله على النار وقلت خليها في مرة تانية نبقى نعمله على النار من فوق حبيت كده الموضوع يبقى سهل بالنسبالي ورايح دماغي ودخله الفرن ويعيش حياته تلح حلو جدا بس حطيت سمنة المراضي غير الزيت عاودي نفسك تو امي يبقى في الفرن تحطي سمنة لان الزيت هينشفه جامد جدا وهيبقى طعمه مش حلو طبعا انا ح حتى من تحت على ورقة الزبدة حتى سمنة ورحت من فوق الوش دهن الرغيف بتاعي بحوالي كل رغيف كده يعني مسحة من السمنة بسيطة بس كده هدخله بقى الفرن على الرف الوسطاني وهشغل النار من تحت وهسيب النار كده شوية لحد من رغيف بتاعي يتحمر معي حسيتي اللي هو استوي ولسه الوش بتاعه ماتحمرش ولا يعليش شوية لكن النتيجة هتطلع معاك جميلة وزي الفل ودوت فطار بكرا ان شاء الله ليك انت ها احنا فطرناه الحمد لله تعالي بقى معايا نشوف البطاطس معايا تسع على النار فيها شوية زيت محترمين الزيت يغطي البطاطس وتنزلي بالبطاطس بواحدة واحدة زي ما انا بحطها كده اوعي تغذي من المية وتروحي نزله على طول في الزيت لأ طبعا ماينفعش لازم تصف البطاطس الاول مصفة او اي حاجة مخرامة عندك فيها شبكة يعني تحط البطاطس تصفة كويس جدا ونزلي بقى بالكمية اللي انت عايزها في الزيت وحاولي تغذيش بالكبشة كده وترمي واحدة واحدة عشان تطلع ما قرمشها معاك وما تطلعش لازقا ببعضيها لان انتو عارفين البطاطس الشبسي دي بتلزق في بعضيها وبتبقى مش حلو تسبيها بقى كده النار متوسطة مش واطع علشان خاطر ما تشربش كمية زيت كتير ومش عالي عشان ما تتحرقش منك نار متوسطة هتبقى معاك جميلة وزي الفل وهتطلع عميد فل وعشرة زي ما انت شايفة كده مش محتاجة اتكلم عليها اكيد انت ست بيت وفاهمة البطاطس لما بتبقى مقرمشة بتبقى عاملة ازاي ولما بتبقى طرية بتبقى عاملة ازاي اديكي شايفاها وحكومي انت مفيش اي حاجة اقولها غير كده كده خلاص نهانزل بطوصة تانية من البطاطس برضو بنفس الطريقة وانا بنزل بها كده بحاول اللي انا افتحها من ايدي عشان خطر ما ينزلوش كلهم في حتة واحدة كده خلاص الحواش بتاعي بعد ما طلع من الفرن عايز اقولك بقى اللي ريحة جبارة ولا الطعم حكاية حكاية هو دوت بقى اللي يتقال عليه يا سلام يا سلام حلو اول حواشي بتاعي النهاردة انصحك تجربيه باللحمة بتاعت السجوء جيبي نص كيلو سجوء وفضيه هيطلع معاك كمية كبيرة يعني بسم الله ما شاء الله نص كيلو السجوء اللي انا عملته تلع معايا عشر ترغفة من اللي انت شايفينه عملت سبعة وشلت تلاتة كده خلاص صفرة بقت عندنا كاملة جدا وحاجة كده طعمها حلو جديدة وعجبة الولاد حواشي بالسجوء وكمان بطاطس محمرة وطلعت خيار من اللي احنا كنا مخليلينه وعملت شوية تحينة وحطيت على وشاة شوية شتة والعصير اللي احنا عاملينه لا والكبيرة بقى كمان اللي انا عملت طاصة سجوء كده من ورا الكاميرا مستخبية ليه بقى؟ علشان خاطر عندي يوسف لما بيعرف اللي انا عاملة سجوء بيعشق حاجة اسمها سجوء للأسف ساب السجوء وكال الحواشي بالحمد لله على كده وطبعا امو علي كانت خرجت من الفرن والشهة تحمر والدنيا بقت تمام وزي الفل زي ما انت شايفة كده ومية فل وعشرة حاجة كده حكاية طبعا هي لسه سخنة هدخلها التلاجة بس لما التواجن تهدى شوية وهنفتحها برضو مع بعض ما تفتكرش اللي انا هسيبك كده وخلاص لا ده انا لازم اشوءك علشان خاطر تعملي الحاجة اللي انا بعمله ماينفعش كده الفيديو يعدي بالسهل ايوه زي ما انت بتتحكي دلوقتي انا بضحك برضو الخيار المخلل دوات انا عمليه طبعا دلوقتي بقى بعد مكاننا وقعدنا كده حوالي يجي تلات اربع ساعات تعالي بقى نفتح كده معالي ونشوف الطعم عامل ازاي بصي ولا القوام حاجة كده يعني احلى من المحلات مليون مرة احلى من اي حد ببيعه معالي طعمها حكاية القوام بتاعها كويس جدا لسه فيها قطرات برضو من اللبن مش مسكة قوي علشان خاطر ما تتضايقش وانت بتاكليها المكسرات اللي انا حطاها في النص بتدي طعم حلو قوي لو مش عايزة تقدري اللي انت تستبعديها تماما لكن النتيجة حلوة جدا 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 جربيها وعلى ضمانتي بس تكده خلاص ده كان الروتين بتاعنا النهاردة والفيديو بتاعنا النهاردة خلص لحد كده بحبكم في اللاية احلى وقت بيخد في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحط اللايك تكتبي لعبا